شبطر ثلاثة Electronic Structure of Elements التركيب الإلكتروني للعناصر المحاضرة السادسة الجزء الثاني من المودرن سيوري لتفسير الاتوميك استركتشر طيب احنا قلنا انه عندنا اربع ارقام كم بتحدد موقع الالكترون في الزرة خدنا الرقم الاول البرينسبال خدنا السبليفل الثاني النهاردة هناخد التالت الماجنيتك كوانتون نمبر او رقم الكم المغناطيسي اللي هو بنرمزله بالرمز ML الماجنيتك كوانتون نمبر this is the number which determines the number of the number and orientation of the orbital in each sub-level in the atom دوت بيحدد عدد الاربتالز وكمان اتجاهاتها في المدار الفرعي اذا كانت L بتساوي صفر معنى كده ان انا عندي اربتال واحد بس اسمه S وبيبقى رقم الكم المغناطيسي ليه اللي هو اذا كان L بيساوي 3 يعني المدار الفرعي F الام اللي ليه بتساوي زائد 3 زائد 2 زائد 1 صفر ناقص 1 ناقص 2 ناقص 3 يعني عندي هنا سبعة اربتالز S زي ما انتو شايفين ما فيهاش غير اربتال واحد الB فيها 3 اربتال الD فيها خمسة اربتالز والF فيها سبعة اربتالز رقم الكم الرابع والاخير اللي بنقدر نحدد به موقع واتجاه الالكترون في الزرة اسمه الالكترون سبين كوانتم نمبر وبنرموز له بالرمز MS الالكترون سبين كوانتم نمبر ودوت بيمثل الالكترون ممكن يتواجد فيه اتجاهين الحركة المغزلية بتاعته تبقى فيه اتجاهين يتبقى اتجاه بوزلي في اتجاه موجب يتبقى اتجاه نيجاتيف اللي هو الاتجاه السالب ما عندناش غيرهم اذا كان السبين ستيت بتبقى بالمنظر ده يعني معنى كده الالكترون بياخد MS تساوي بلاس نص واذا كان بيتحرك في الاتجاه العكسي الاسبين ستيت بيبقى ناقص نص